شهدت الفترة الأخيرة إطلاق شركة أبل إصدارها الجديد من اللوحيات تحت اسم iPad Air 2 وفي حين كان نيكسوس 9 آخر إصدارات شركة كوجل الذي تم تصنيعه من قبل شركة HTC وبالنسبة لنظام التشغيل الذي تعتمده لجهزة المذكورة نجد أن نيكسوس 9 يعمل بأحدث إصدارات أندرويد المتوفرة حاليا تحت اسم أندرويد 5.0 المصاصة وبالمقابل يعمل الجهاز اللوحي لأبل الجديد بمنصة iOS أما فيما يتعلق بالأداة فإن iPad Air 2 يمتلك معالج A8X الجديد ويتميز بشاشة عرض بقياس 9.7 إنش وبدقة عرض 2048 في 1536 بيكسل وقد تم تزويد اللوحي الجديد من أبل بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل أما بالنسبة لمساحة التخزين الداخلية فهو متوفر وبعدة خيارات هي 16,64,128 جيجا بايت أما الجهاز اللوحي من جوجل نيكسوس 9 فهو يمتلك معالجا من طراز إنفيديا تيجرا كاي 1 ويتميز بشاشة ذات قياس 8.9 إنش وبدقة عرض 2048 في 1536 بيكسل كما أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت في حين أنه يتوفر بخيارين لمساحة التخزين الداخلي هي 32 و 64 جيجا بايت ترجمة نانسي قنقر